موسيقى قامت مدرسة فاطمة الزهراء بتنظيم ملتقى اللغة العربية تحت عنوان لغتي كوني لأكون وذلك في مسرح كلية البترة للسياحة والآثار في وادي موسى برعاية متصرف لواء البترة بدر صالح أبو تايه وحضره مدير التروية والتعليم في اللواء محمد قيشو الخطاب جاءت فكرة هذا الملتقى لتسليط الضوء على أهمية اللغة العربية كلغة الأم ولغة القرآن الكريم وسيدة اللغات هذه اللغة التي تتعرض هذه الأيام إلى هجمات شرسة من قبل الأعداء لتهميشها والانحدار بها إلى الحضيب هذه الملتقى تتكون من عدة فقرات أهمها علماء النحو وتطرقنا إليهم في كل عالم في أي عصر ظهر ومن ظهر بعده وأهم الإنجازات اللي يعملها كل عالم نحوي في عصره جاءت فكرة الملتقى رح تكون إن شاء الله سنوية في 2017 كان الملتقى الأول ورح تكون في 2018 إن شاء الله الملتقى الثاني للغة الضاد تحت شعار لغتي كوني لأكل وهي محاولة عاجزة من الأسطر والكلمات لنبرز فضل لغتنا العربية لننفذ عن معالمها غبار الزمن ونحيي بعض من دثر منها فكان اليوم هذا الملتقى لنوجه رسالة لكل من سولت له نفسه أن ينفذ سمه في جسد لغتنا أو أن يشهر سيفه في وجهها رسالة مفادها هذه اللغة لن تموت لأنها باختصار كتاب الله تنوعت فقرات الفعالية ما بين شعر ونثر فيما قدم طلاب مدرسة فاطمة الزهراء فقرات حدثوا فيها عن أهمية اللغة العربية ومن هم علمائها وإنجازاتهم بمشارك من الناطقين بغير العربية أنا اسمي ماجين أنا مطاطويا أمار في كاسم نشاطات في تربية للبترة أنا دارست أرغت العربية في أريابان أرغت العربية أرغت العربية لغتنا هويتنا التي يجب أن نحافظ عليها فهي الأساس للقرآن الكريم وهي التي كتبت فيه كتب علمية انتقلت إلى العالم واستفادوا منها ليبنوا أساس العلم وأساسيات الحياة حميدا حمودا على شعور على شعور